زيكم عاملين ايه؟ كله تمام بص العالمين الجديدة دي انا اراها حدوتة لا يجب ان تنتهي ابدا لانه هي فعلا مش هزار هي فيها كل المقومات اللازمة لمدينة عالمية مدينة تبقى موجودة على خريطة السياحة الدولية بكل انواع السياحة سياحة مؤتمرات، سياحة رياضية، سياحة الترفيه، سياحة شاطئية لحد يعني حد ثوالة حرج بالاضافة لانها مدينة بكل ما تحملوا السياحة الرياضية طبعا مدينة بتحمل كل ما تحتاجه اي مدينة يعني المدارس، الجامعات، المؤسسات، الاماكن بتاعت المعيشة، المتاجر، الخدمات، المكان الادارية اي حاجة ممكن تيجي على بالك يا موجودة في العالمين وموجودة بالمعيار العالمي العالمين دي ممكن تبقى موناكو الشرق الاوسط العالمين دي ممكن تبقى كان الشرق الاوسط العالمين دي ممكن تبقى احلى من كل دول بالمناسبة لانه فعلا ودون اي موقع دي بقى هبت ربنا محدش عنده المية والشواطئ والبحر ده او الرملة دي غير عندنا هتجي تقولي بس هناك الكتير من المدن المطلعة المتوسط اقولك صح بس مش بالحلوة اللي عندي دي هبت ربنا سبحانه وتعالى لم تكن مستغلة استغلناها واحنا بنستغلها فقولنا بنفكر اكتر بنكتهد في التفكير بنشغل مخنا جدا فنعمل ايه طيب تعالى بقى نعمل مهرجان كبير اعظيم اسمه مهرجان العالمين الجديدة اللي من قلبي بتمنى ان المهرجان ده مش بس ينجح وينجح النجاح الفائق فيصبح واحد من اهم المهرجانات اللي معروفة في حض المتوسط تبقى انت موجود على الخريطة بتاعة العالم كوجهة ومقصد مش بقى بس للسياحة او تيجي تعيش وتستقر هنا خلي بالك انت بتتكلم على بلد حتى المصانع والشركات والبيزنس موجود طيب تعالى بقى نرجع على مهرجان العالمين نفسه مهرجان العالمين الجديدة عملوا مؤتمر صحفي النهاردة للاعلان عن انطلاق الموسم الصيفي عشرين تلاتة وعشرين يا سلام سلم على مصر اقولك انا عارف لما بتبقى بدأت تلعب رياضة ولعبت الرياضة بتاعتك مظبوط وماشي بالمظبوط وتمارينك صح واكلك صح وحاجة عظمة على عظمة بتلاقي نفسك ايه حابب كل ما هو متعلق بالنتائج الرياضة دي وتلاقي نفسك حابب نفسك وحابب بيتنزل تجيب لبسة حلوة وحابب انك انت كده تبقى واقف ومستعرض جسمك الرياضي القوي الى اخره ده اللي عملته العالمين تعالى بقى افرجك على نفسي دي العالمين تعالى فرجك على مصر لما تقرر تعمل مهرجان ترفيهي زي وزي المهرجانات العالمية الكبيرة واظن هيبقى احسن ليه اظن هيبقى احسن لا ده نقولك عندي يقين يبقى احسن هو احنا لما جينا عملنا موكب المميوات وقلنا قبلها احنا هنعمل شيء عالمي وكبير طلعنا اقل من اي شيء عالمي لأ ده احنا طلعنا احلى والعالم اللي قال كده العالم اتخض من موكب المميوات ما كانش متصور ان مصر تعمل كل ده ما كانش متصور ان مصر تعمل حاجة بالنظام ده بالروعة دي بالجمال ده مش بس المميوات والتوابيت اللي كانت بتنقل من المتحف المصري اللي انت خانا في مدان التحرير لمتحف الحضارة في عين الصيرة لا 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 الحاجة طول عمرها كانت موجودة عندنا انت لعبتها صح اصبح عندك تقريبا كانوا 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 ميجي 120 ولا 130 مؤقناء دولية ووكالة اخبارية قعد عمالة بتتفرج صح طيب ده عملوها مرة رحنا عاملين تاني طريق الكباش طيب ده عملوها مرتين تعال بقى وليلك انا هنمرى ثلاثة بعمل ايه انا لعبت اللعبة بتاعتي في السياحة وفي القصار وفي التاريخ وفرجت العالم انا مين والعالم اثنى على كل اللي انت عملته تعال فرجك بقى على المهرجانات الترفيهية الكبرى المهرجانات اللي هتخلي العالم كله يتكلم نيو عالمين فاستيفل 2023 خطة وضحة مستمرة اخد بالك من كلمة مستمرة للترويج السياحي تعزيز الاستثمار في الانشطة الثقافية والترفيهية والرياضية الفعليات بقى الوقائع الاستثنائية اللي هتحصل في العالمين الجديدة والاول مرة في مصر وانا بقول لك ده هيبقى باذن الله بدءا من يوم الخميس كده من يوم الخميس كده من يوم الخميس ده هيبقى اكبر مهرجان ترفيهي عرف المتوسط والشرق الاوسط مش الشرق الاوسط بس بل والمتوسط احنا هنشوف من يوم 13 يوليو ل 26 اغسطس حدوتة اسمها العالم عالمين الله وبردو اللي نقى هذا الشعار او اللي نقى هذا سلوجن مخ بصراحة مخ العالم عالمين العالم كله في العالمين الدنيا في العالمين عايز تتفرج على بطولة العالم بتاع كورتليات اهلا وسهلا عايز تتفرج على مواكب السيارات الفاخرة الفارهة اهلا وسهلا عايز تتفرج على ترايثن اهلا وسهلا عايز تشوف حفلات لأبرز واكبر واهم نجوم الفن والغناء اهلا وسهلا العب مائية على رأي عمر يحب العب المائية الداني اهلا وسهلا مش بس كده خلي بالك انه حتى بعد السياحة الثقافية موجود ده انت العالمين المعروفة عالميا من ايام الحرب العالمية التانية انت العالمين اللي كانت الناس بتيجي اهالي ومش بس اهالي اه الناس ضحايا هذه الحرب اللي موجودين عندنا في المقابر المختلفة الايطالي والالماني ومقابر الحلفاء الاخ 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 فانت عندك كل حاجة دي حاجة متكاملة اسم العالمين لوحده اسم معروف ودولي ورائج ومعروف في الدنيا كلها فانت روح تجايب الاسم وبعدين الهبة بتاعت ربنا الجو والرملة والبحر والحاجات الجميلة ورحت واخد كل ده واستثمرته استثمار عظيم بكل اللي انت شايفه ده كل ده وبعد كده رحت جاي واخد الخطوة التانية اللي هي ايه مهرجان العالمين الجديدة واللي هيتعامل في منطقة اسمها كده نورث سكوار او المربع الشمالي او الميدان الشمالي تحديدا في مدينة العالمين الجديدة حضور بقى رسمي بارز في هذا المؤتمر على المستوى الحكومي شخصية ده لسه والمهرجان طبعا وشخصية عن موارج الاعمال ومستثمرين وممثلين عن وسائل الاعلام المختلفة داخل هذا المؤتمر الصحفي اللي اتعامل النهاردة فيبدأ العضو المنتدب للشركة المتحدة بسيطة عامر الفئي يتكلم عن هذا المهرجان يتكلم على هنعمل ايه في هذا المهرجان ايه اللي هيقدمه هذا المهرجان اللي انا اقدر اوصفه بانه زيه زيه اكبر وادخن مهرجان طرفيه ورياضي وثقافي على المستوى الدولي خلونا نسمع جانب من كلمة أستاذ عامر الفئي في هذا المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل الكلام السادة الحضور ان اهتمام الشركة المتحدة لخدمات الاعلامية بالمشاركة في التنظيم والترويج لمهرجان العالمين الجديدة يأتي من منطلق حرصها على دعم الاقتصاد الوطني واثراء الحياة الثقافية والفنية في البلاد خاصة في زل ما يحققه المهرجان من عوائد متنوعة منها وهمها تنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال أجندة متكاملة تضم برنامج غني بالحفلات والموسيقى وانشطة رياضية وترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر ليكون عنصر جذب للسياح بمختلف اهتماماتهم ومن المستهدف أن يستقبل للمهرجان مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي لتزبح مدينة العالمين الجديدة من أفضل وجهات في العالم وضعها على خريطة السياحة العالمية كما يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العالمين مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل بايب مهرجان العالمين ده بص هو ما في حد هيعرف يعمل كده غير المصريين اللي طالما أبهر العالم قديما وحديثا وفي عصرنا الحالي وفي وقتنا المعاصر ما حدش بيعرف يعمل الحاجات دي زينا بأيدينا بعقولنا بقدراتنا بخبراتنا بفلوسنا يعني كل حاجة كل حاجة صدقني انت هتشوف حدث هيتكلم عنه صناع السياحة والمهرجانات في العالم انت هت هتقدر تعيشه مش بس انت هتشوفه انت هتقدر تعيشه لانك انت في عندك بقى حفلات مستمرة بطولات رياضية مستمرة حفلات كتير جانبية مهرجانات أصغر كل حاجة بتيجي على بالك هتشوفها في العالمين وبعدين انت بتتكلم على العالمين جمهورية مصر العربية في هذا الفصل الساحر احنا عندنا احلى جوة موجود كل دكم وروح المصريين بقى كوم تاني خالص الناس البني قدمين المصري اللطيف الجدع الزكي الشهم ابو دم خفيف والله العظيم احنا ربنا بدلنا كل حاجة كل حاجة ألف حمد وشكر ليك رب كل حاجة بص الصورة قدامك عاملة ازاي ايه أجمل من ده قل لي مدينة حضرتك رحتها في الدنيا أجمل من دي دون أي شوفينية مني انا مش بقولك ده بن حيازي المصري خالص قل لي مدينة أحلى من دي انت رحتها منين هتلاقي هذه الروعة في التصميم انا بتكلم هنا على المعمار والتخطيط العمراني بشكل عين ومعاها السمى الحلوة دي ومعاها المية دي ومعاها ازاي استغلت المية ما هو قاوة ربنا بدلنا هيبه هي الشواطئ واللون ومش عارف ايه طب انت استغلتو ازاي ده هنا بقى ايه الزكاء الشديد البالغ هنا الفنان المصري العبقري لما يقطط لمدينة المصريين عبقر التخطيط ده تاريخيا ربنا خلقنا كده هنقول لا يا رب النبي ما تخلقناش أزكية ما تخلقناش عندنا حس فني وحس جمالي ده نعمة ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب فالمصريين استغلوا هذه المية طب تعالى بقى احنا هنعمل الحتة دي هتبقى على شكل بحيرة مفتوحة وليها البوغز بتاع والحتة دي مش عارف هنعمل فيها شكلها على شكل القنوات مش عارف عاملة ازاي ونخلي المباني تبقى في وسط المية بالشكل ده ونخلي يبقى فيه جزء ده مش عاية وتعالى ارجع بقى كمان نبص على المنطقة التراثية والحي اليوناني والطلياني وتعالى بقى ايه ده فين ده فين ده في الدنيا مش هقولك فين ده في المنطقة فين ده في الدنيا قول لي مكان عامل زي العالمين في الدنيا على سطح هذا الكوكب كل ده زائد بقى التنظيم بتاع المهرجان كل ده زائد الاحداث المتضمنة داخل المهرجان زي ما كنت بقولك فنون موسيقى رياضة ثقافة كله كل حاجة هتلاقيها موجودة على مدار تقريبا شهر ونص شهر واسبوعين يوم 13 الخميس ده بإذن الله ليوم 26 اغسطس بأمر ربنا سبحانه وتعالى انت هتشهد اجمل واحلى مهرجان بيتعامل في الشرق الاوسط وحوض المتوسط ان لم نصل لنقطة انه هيبقى واحد من احلى المهرجانات اللي بتتعامل في العالم وبإذن الله يتعامل كل سنة ويبقى من نجاح لنجاح العالمين عشرين تلاتة وعشرين العالم عالمين